الدكتورة ياسمين فؤاد نروح لوجه مشرف ونموذج مشرف لمصر والمصريين في الخارج الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات اللي بنفخر دائما بكل حاجة بتعمله هذه المرأة المصرية اللي حرصت أن تكون بلدها في مكانة أعلى ممثلة جيدة لنا جميعا منذ أيام هنقت الحكومة الدكتورة غادة والي باختيارها في المشروع الأوروبي المهم النساء إلى القمة في إطار استمرار دعم تولي المرأة للمناصب الإدارية العلية الدكتورة غادة والي كان لها تصريحات مهمة في مؤتمر الأمم المتحدة الأخير اللي أنها أعماله في اليابان كشفت فيه عن استغلال لجائحة كورونا لجرائم من نوع آخر تماما لا تتوقف فقط على اللقاحات المزيفة اللي بتتوزع وبتتبع في السوق سوداء عالمية أشياء كثيرة تفعلها الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا وأشياء كثيرة مسائل خير يا دكتورة غادة مسائل خير يا أستاذ خيري وحشتين يا فندم ربنا يخليك احنا بنهنيك جدا على كل حاجة بتعمليها وعلى اختيارك دائما ضمن المشروع الأوربي النساء إلى القمة مسائلها تشكرك وحشتوني كلكم يعني خلينا نقول خطوة أخرى للنجاح اللي حضرتك بتحققه واللي بتحققه حققه كمان المرأة المصرية والمرأة العربية لكن احنا بنسألك في البداية إيه القمة اللي فعلا بتحلامي بيها للنساء في العالم وشايفة إنه هما لسه ما وصلوا لهاش وخصوصا حضرتك قلت إنه فيه تمثيل كبير جدا للرجال فيه يعني مناصب ما ويحتاج إلى إقعادة نظر لا أنا كنت في الكلمة والبيان اللي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وفي إطار مجال عمل منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات كنت بأطالب دول العالم إن هي تتيح أكتر تتيح فرص أكتر للمرأة في مجال العدالة الجنائية وإنفاذ القانون في مجال القضاء وفي مجال الشرطة وفي المجالات اللي بتتعامل في إنفاذ القانون ويعني سيادة القانون والحقيقة سعت جدا جدا بتوجيه السيد رئيسي كمهورية لوزير العدل بتخول المرأة وقبول المرأة في مجال في الدولة وده الحقيقة للنيابة العامة ومن المواد اللي صدرت في الإعلان السياسي إعلان سيوتو اللي صدرت في اليابان في المدة 43 منه كان بيدعو دول العالم إلى زيادة حصة النساء في التمثيل في نظم العدالة الإنائية في العالم وكان فيه تقارير بتثبت أن وجود المرأة في هذه الأماكن بيؤدي إلى المزيد من الوقاية من الجريمة وبيؤدي إلى المزيد وارتفاع نسبة التحقيقات في القضايا اللي بتخص المرأة وبتخص المجتمع بيكون فيه أثر إيجابي لمشاركة المرأة في هذا المجال اللي فيه دول كثيرة جدا مجالة المرأة فيه مش ممثلة بالشكل العادل المنصف الذي تفتحكم طيب دكتورة غادة في رصدتم من خلال الاستراتيجية الجديدة المحتلة من الله حضرتك أعلنتيها عن جرائم ترتكف في ظل أزمة كورونا كيف نقي أنفسنا من الجرائم اللي حضرتك رصدتيها وما هي أبرز هذه الجرائم طبعا مع انتشار الوباء بشكل غير مفقوق في كل دول العالم تحاول من أزمة صحية إلى أزمة إنسانية كبرى اقتصادية واجتماعية فمع زيادة البطالة ومع زيادة الفقر ومع تأثر دول العالم كلها أصبح هناك أشكال من الجريمة ونشطت عصابات الجريمة المنظمة لتنفذ من ثغارات كثيرة ومن إحساك الناس فوجدنا مثلا أن هناك نشاط أعلى في اكتكاب الجرائم السبرانية والجرائم على الإنترنت واستخدام الـ Darknet أو الإنترنت الأسود الجزء غير المرئي من الإنترنت للترويج للإذكار في البشر للترويج للقاحات المزيفة لبيع أجهزة قطبية ومسكات مزيفة وأيضا هناك جرائم بتستصل بمثلا الاعتباء على الحياة البرية وعلى المحميات الطبيعية اللي بتؤثر على التوازن الطبيعي دي أيضا شاهدت زيادة في القرى الإفريقية وفي أسيا شاهدت أيضا جرائم العنف ضد المرأة زيادة في كثير من دول العالم لتواجد الأسرة معا وللظروف الضغطة الاقتصادية على الأسرة ففيه طبعا جرائم شاهدت زيادة وإحنا أصدرنا مجموعة من التقارير وأوراق السنفات وأدلة العمل للدول كلها علشان تفاعد الدول في واجد هذه الجرائم دكتورة غادة يمكن حضرتكو كنت أعلنت وقبل كده بيانات أن تقريبا 30% من حالات الإتجار بالبشر أطفال ويمكن حضرتك تبعتي قضية شغلة الرأي العام كمان في مصر متعلقة بحادثة من حوادث التحرش اللي اتعرض لها واحدة من الأطفال يا ترى ايه اللي هيعملوا مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات في النوعية دي من الجرائم الإتجار بالأطفال وكل ما يستتبعها احنا السنيني قصدرنا تقرير وده بيصدر كل سنتين قصدرنا تقرير دولي بيرصد جرائم الإتجار في البشر حول العالم وهذا التقرير الحقيقة ظهر فيه مزموعة من العلامات المثيرة للقلق 30% من دحايا الإتجار في البشر من النساء الإتجار في الأطفال المضاعف مجال الإتجار بين الأطفال من الدكور أعلى من الإتجار بين الكتيات بيستخدموا للتساول بيستخدموا للعمل في أمشاة غير شرعية سامعينك يا دكتورة في أمشاة غير شرعية وفي التساول وفي أيضا باستغلال الجنسي فهناك زيادة في هذه الحالات في عدد كبير من دول العالم وإحنا بنساعد الدول بشكل عام سواء في سياغة التشريعات علشان التشريعات تكون واضحة في تعريف الجرائم والتعرف عليها بنساعد في تدريب قوات إنساذ القانون في مسألة التحقيق والتحقق من هذه الجرائم وإثبتها وتقديمها للعدال وبنساعد أيضا في تقارير رضا وبنساعد سواء خرائط تحرك عمليات الإثبار في البشر وفي إثبار في البشر بيتم داخل حدود الدولة وفي إثبار في البشر بيتم من دولة إلى أقر دكتورة غادة والي احنا بنشكر حرطك جدا سنظل من المتابعين باهتمام لكل نشاطاتك ولكل خطوة بتتقدم فيها للأمام بتكون نموذج مشرف لمصر والمصريين وللمرأة المصرية حلونا